اليوم العلوان العريض أكتر لحلقتنا عن تمكين السيدات وكيف ممكن من فكرة صغيرة نشوف مشروعاً بيكبر أكتر وأكتر وعرض هذه المشاريع والأحلام من خلال البازارات حكتي لها مش أول سنة طبعاً صار عندك تجربة بانضوع البازارات فحتينا أكتر عن هذه السنوات لسعد صباحك وصباح الوطني الجميل وعلى قناة رؤية وشكراً لأستضافتكم إلنا الكريمة بازالنا بلش تقريباً من 2018 انطلقنا من جبل الويبدي في دوار باريس حالو بيحتوي على سيدات منتجات لمنتجات يدوية حرافية وأصحاب المشاريع الصغيرة الهدف الأساسي منه كان هو دعم المرأة نعم وأصحاب المشاريع الصغيرة إنه كيف يسوقوا منتجاته عن طريق المشاركة معنا في البازارة هذا جميل يعني عم نحكي عن سنوات من عرض هذه المنتجات بمختلف أشكالها رح نتحدث كمان شوين معك ونشوف قديش بأثر بتشوفي السيدات صار عندهم ثقة أكتر بالمواد اللي عم بعرضوها من خلال هذه البازارات داليا ما شاء الله عليكي أول ما شفتك حكتلك السنسال كتير حلو الحلوين هذا يعني جزء من إبداعاتي في مجال التصميم فحتينا عن عالم الإكسسوارات والتصميم هو عالم الإكسسوارات عالم كتير واسع أنا يمكن حاولت أختص في إشي مش مستهلك أو معروف كتير في البلد حاولت أخذ إشي بالسلك النحاس حبيت أشتغل فيه إنه أكون إشي شوي مميز نعم الشغل فيه مش سهل طبعا بس بالآخر بيعطيكي إطعة ما بتلاقي زيها يعني أنا بكون فريدة من صميميتها وصانعتها لإلك هلأ المرأة بدائما بتدور على التمييز والتفرد بالإطعة اللي بتنتقيها فلو سمحت عبدالله بس نستعرض التفاصيل بالمجوهرات لأنه عن جد حلميين قديش بيأخذ منك وقت لتطلع بالفكرة بالمقابل لتشتغلي على الإطعة هلأ بوقت حسب كل إطعة لها فترة معينة فيه أشياء بيأخذ وقت كتير وأنا بصمم فيها فيه إشي بالشغل بيأخذ وقت أكتر بس إجمالا يعني ممكن في اليوم أنجز طائم كامل آه هذا إذا جايكي الحماس إذا قاعد يعني أعدو ممسوطة ما خلص طائم عم نشوف إحنا يعني مثال على المنتجات اللي راح تكون موجودة صحيح ست شيرين إذا بتحكينا تفاصيل أكتر أوكي هلأ البزار شامل متكامل للثراف اليدوية نعم متنوع عنا البصة العربية القش عنا الفسيف الساء الخزف عنا الرزن عنا كمان الرسم عنا الخشبيات سامحوني إذا بنسى حدا يا جماعة عنا كمان سيدات من محافظات عنا كمان منتجات بيتية مرخصة يعني شامل متكامل متنوع كتير حلو عم نتحدث تقريبا عدد عم نشوف هنا إطع الأكسسورات داليا من من تصميمك بتذكري أول إطع بديتي فيها شو كانت خاتم سنسان كانت خاتم كانت خاتم لأننا عم بشوف عندك مجموعة متنوعة من الخواتم يعني أنا إذا بتسمحوا لي أو لا خلاص عم نقطع لها مني هاي التفاصيل واضحة من وين بتستوحي الأفكار أكتر هو سراحة أنا بلشت على الانترنت عشان نبين التفاصيل هاي تكون أونضا يعني بلشت شغلي على الانترنت اتعلمت لحالي ما أخدت دورات ولا إشي شوي شوي بتصير في علاقة بتربطك مع السلك لما أنت بتعدي تشتغلي فيه حالو أنا عم بتروحي للأحجار الكريمة بالفعل حلوين صحيح بأثروا على الطاقة هلأ في منه هذا الحقيقة والسلك على فكرة برضو بيصحب الطاقة السلبية معروف في الكنحان عشان حالنا لأن سلك النحاس من زمان دايما كانوا يعملوا الأساور اللي بأسلاك وبالنحاس عشان تسحب الطاقة السلبية من الجسل واللون الفيروزي أو الحجر الفيروزي دايما حاضر بالمجوهرات مميز بالنسبة للسيدات بيحبوه بيحبوا يقتنون أنا حفظت إيش هلأ هويتك بالتصميم الأسلاك مع الأحجار كثير حلو طيب كنا عم نحكي ستة شرين عن عدد المشاركات إذا بتقدر يتعطينا تفاصيل أكتر وكيف بتم التنسيق معهم واختيارهم طبعا إحنا هلأ لأنه ربينا اسم فالحمد لله عم بكبر اسم جو حلو هلأ عدد المشاركين تقريبا 85 طبعا اسمحي لي أشكر هيئة تنشيط السياحة لأنه مرد داعم الأساسي إنه وقناة وبزار رؤية لإلهم طبعا بزار رؤية مشاركين معنا بمنتجاتهم البتجنن هلأ كيف التنسيق التنسيق زي ما قلت لحضرتك عن طريق التاليفون عن طريق الإنستجرام الإعلانات اسمنا تركنا اسم منيح مميز في الويبدة وحتى على الوسائل للتواصل يعني لما تحكي الويبدة كلنا لما نسافر منشوف في جانب مهم بالسفر منحب نروح للأسواء اللي بيتعبر عن ثقافة البلد وهذا اللي عم تعملوا انتوا من إخلال هذه البزارات يعني في نسبة من السياح في منطقة الويبدة تحديدا قديش بيحبوا هاي النمعية قديش عم بتوافدوا عم بيعرفوا صاروا عن البزار كيف عم بيكون التفاعل كتير كتير نسبتوا يعني سننا بس نمشي في الويبدة احنا نعرفنا يلا قام بتعمل وزارة منستناكم صاروا يتصلوا الناس بنا قبل بشهر قام بتعمل ويلا منستناكم الحمد لله يعني جود ترك بصمة مميزة في الويبدة حالو داليا لما نحكي عن منصة صارت موجودة من خلال بزار جود قدي بيسهل للسيدات يعني فيه كتير عن السيدات مخبيين أحلامهم أو حاسين انه طبعا بدي أعرضه كيف بدي أقدمه ما قديش بقدر أتواصل مع الليزبون كيف بدي أتواصل يعني العملية بتكون صعبة بديهن بس هاي البزار أو هذه النوعية من المنصات بتسهل مضبوط طبعا يعني كتسويق درجة أولى يعني مش كل الناس هلأ عنا على السوشال ميديا بتقدر تسويق منتجها بس بالبزار بيكون تواصل مباشر بينك وبين الليزبون فكتير سهل انك تحكي عن قطعتك براحة صحيح كتير من المشاركين معانا هلأ حتى في البزار مشاركين لأول مرة يعني حتى وإحنا قاعدين معاهم بنعطيهم التقل الإيجابية ما يكون عندك خوف ما يكون عندك تردد بالعكس لازم شغلك انت حرامي ضل مدفون في البيت لازم تطلعي للناس حلو ولازم تنعرفي فيه مرة ع مرة شوي الواحد بيكون أريح يعني يمكن أول بزار بيكون شوي يعني فيه خجل من ناحية المبيع ولكنك كيف تقنعي للزبون بالقطعة صحيح بس قدام شوي كله بيصير أسهل معاك وأحسن من السوشال ميديا أنا برأيي صراحة أحسن من أي ناحية أحسن لأنه انت بتعرض قطعتك بيكون الأستاذ أو السابت اللي بدها تشتري أول إشي الماتيريا اللي بييدها هي حاسة شو الإشي اللي بدها تشتري بنفس الوقت ما بيكون فيه خدع بالصور يعني أنت شايفي القطعة عن طريقة زي ما هي بالظبط ما توقعت هيك لونها ما توقعت هيك شكلها بالظبط وكتير ناس بيعانوا من هاي المشكلة لما توصل القطعة لما يبعتوها إنه لأ أنا مش هيك شفتها على الصورة بس لما تكوني أنت بشكل مباشر عم تاخدي إشي عن حقيقة أنت شايفتي دالي بننذكر بصفحتك برضو للي حابب أنا داليا إنفينيتي على الفيسبوك وعلى الإنستجر داليا إنفينيتي بدنا نذكر بتوقيت البزار والأيام إن شاء الله رح نبلش بكرة لإفتتاح الساعة أربعة بكرة الخميس والساعة تسعة المساء من الأربعة للتسعة بالنوابدة أو جمعة وسبت من الساعة عشرة للساعة تسعة من العشرة الصباح للساعة التاسعة بس معلش هي بالنوابدة إحنا في حديقة المتحف الوطني للفنو حديقة المتحف الوطني نورتونا كل توفيق لكم مشكورياً لسيدات المتاريكة شكراً لإلكم لكل حدد عمنا لنوصي اللهم شكراً لإلكم شكراً للمشاهدة